من غزة ينضم إلينا مرسل غد محمد أبو نموس إذن محمد كما تتابع معنا في هذا العاجل استشهاد فلسطيني في خان يونس متأثرا بجراحه وإصابة آخرين ما حصيلة هذه الجمعة الجمعة الأربعين من مسيرات العودة نعم يعني هذه الحصيلة وكما تحدثت وزارة الصحة باستشهاد مواطن فلسطيني كان أحد المشاركين في فعاليات اليوم من الجمعة الأربعين في مسيرات العودة هذا الشاب يبلغ من العمر 26 عام وهو من دول الاحتياجات الخاصة قاما الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل مباشر عليهم ما أدى إلى استشهاده بعد خضوعه لأكثر من ساعتين في غرفة العمليات وخضوعه لهذه العمليات المعقدة ولكن وصل المطاف لكي يستشهد هذا الشاب بفعل الاحتلال الإسرائيلي هذه الجمعة خلفت ستة إصابات منها أيضا إصابة أخرى خطيرة لا زالت حتى هذه اللحظة في غرفة العمليات وتخضع لعمليات عدة حالة القمع التي شاهدناها في هذه الجمعة كانت كبيرة من خلال استخدام الاحتلال الإسرائيلي لرصاص الحي المباشر على المتظاهرين بالإضافة لقنابل الغاز المسيلة للدموع حالات كبيرة والعشرات من المتظاهرين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم لهذا الغاز السام والمسيل للدموع كان هناك العشرات من الشباب الذين يبتعدون بشكل كبير عن السياج الذي دائما الاحتلال يدعي بأن استهداف لهؤلاء الشباب يكون عند اقترابهم لهذا السياج الأمني طلقات النارية وصلت لأبعد من 700 متر عن هذا السياج الأمني الفاصل بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيلة للدموع شاهدنا ألاف الفلسطينيين وهم يشاركون بكل فئاتهم العمرية هذه الجمعة كانت هي بمحط اختبار من قبل غرفة العمليات المشاركة للاحتلال الإسرائيلي التي قالت بأن هذه الجمعة ستكون اختبار لكل جرائم الاحتلال وعنفه ضد المتظاهرين حيث أنه قتل في الجمعة الماضية أربعة شهداء بالإضافة إلى عشرات الإصابات وهذا يعتبر خرقا كما رأته غرفة العمليات المشاركة لكل التفاهمات التي كانت ما بين الفصائل الفلسطينية في القطاع والاحتلال الإسرائيلي بالوساطة المصرية وأن الغرفة تدرس آليات جديدة بإمكانية تفعيلها بشكل جديد من خلال تفعيل الطائرات الورقية والبلونات الحارقة بالإضافة إلى إشعال الإطارات المطاطية على تلك الحدود هذه الجمعة لم نشاهد أي من تلك الإجراءات كإشعال الإطارات المطاطية وإلقاء القنابل كما يقول الاحتلال الإسرائيلي ولكن الظروف المناخية اليوم لم تمنع الفلسطينيين من المشاركة بالآلاف في هذه الجمعة وإحياء فعاليات الجمعة الأربعين لمسيرات العودة شكرا جزيلا لك محمد أبو نموس مرسل غد كنت معنا من غزة اشتركوا في القناة